انه طريق الخلاص هل يحتاج دبلوماسية القوة ولا قوة الدبلوماسية يعني ما عندك قوة وموجود عصة تهش بها وتلوح بها ودبلوماسية تعبر عنها فتخيف الاعداء وتصبح راضعا لمن تسول له نفسه ام دبلوماسية قوية لا تحميها ولا يسندها قوة حقيقية على الارض يعني ممكن تبقى رائع جدا في الدبلوماسية تكلم كلام حيل بس في النهاية لما تتزنق يا معلم ما تلاقيش ايه ما تلاقيش القوة اللي تدعمك يعني لما تقول خطة احمر يبقى لازم يبقى فيه ايه قوة الدبلوماسية التي تعبر عن القوة هي الافضل يعني لازم يكون عندك قوة تبقى بلد قوي بلد ايه نحن عشان مصر تبقى ترجع وتتخلص من الارث ده لازم مصر تبقى قوية قوية سلاحا قوية مكانة قوية معرفة قوية وطن وابناءه قوية اسما وسمعه يقال مصر مش يقول لي حتش بسوت واكله بطرة لا يقال مصر الحاضر مصر الان مصر لا تكرر كلماتها ولا تكرر تهديداتها مفيش حاجة اسمها انا 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 هضرابك انا مكبر هضرابك مفيش كنان دول اللي عاوز يضرب بيضرب وفي المثل الكف السابق سابق في طريق الخلاص لابد ان تكون لديك القوة التي تعبر عنها دبلوماسية تلوح بها ولا تستخدمها واكم من بلاد لم تستخدم القوة لان قوة دبلوماسيتها حاضرة ولان قواتها الصلبة موجودة اكم واكم بقى من هيصة وزيطة كما يحدث وكما ترى هنعمل هنساوي خط احمل خط اغضر خط اصفر خط ازرق خط يسود ومنين كان انت كله ما بيجيبش نتيجة ليه لانك اوضعت نفسك في موضع الضعف حين وقعت على اتفاق لدولة تشاطرك الماء وقلت لا اذهبوا بمائنا ما فيش بيننا ازمة ولا توجد مشكلة وقيل لك وقالوا لك من كل الاطراف انتبه ساعتك ماشي في حق الالغام قلت لهم انا الوادي الواد هو انا لا تلقوش انا ليه تأثير مغناطيسي يمتد العشرات الكيلومترات الدولة القوية القوية هي التي لا تهدد باستخدام القوة انما تستخدمها عند اللزوم فاذا ما ضربت اوجعت والدولة ذات الدبلوماسية القوية لا تقول سنذهب الى الامم المتحدة وهتعرف اننا نذهب الى الامم المتحدة واذا ذهبنا فالامم المتحدة ليست معنية واذا ذهبنا الى مجلس الامن فهو ليس معنية والدولة التي لديها دبلوماسيين حقيين تدرس كل الخيارات قبل ان تعلن راحين الاتحاد الافريقي هنعمل مش عارف ايه رباعي لان هناك نص ملزم لانه لا يمكن لاحد الطرفين ان يذهب او الاطراف الى شيء او الى اتجاه تفاوضي بدون اتفاق الافراد جميعا لكن هذه الاتفاقية لم تمنع اسيوبيا من بناء السد لاننا قلنا ابنه سد والف سد وكان عندهم سدود فنحن نعيش فشلا دبلوماسيا هائلا لم يسبق له مثيل وهات كده يا تاريخ من الاول قلنا لهم ابنه اعملوا اللي انت عاوزينه صح احنا مش ضد مصالحكم احنا مع التنمية والتطوير وكان ذلك من رأس الدولة حتى لو كان مغتصبا للسلطة بس هو كان يمسل نص توقيع بتاعه يعني مصر صح قال لهم ابنه واعملوا انت اللي انت عاوزين تعملوه اعملوه صح لما طالب الناس بان تدعم الدبلوماسية قوة مؤثرة وهنا القوة هي الفاعل والدبلوماسية هي المفعول به ايه لما طالبنا بذلك قال لهم لا 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 ما تهددوش باستخدام القوة ارجوكم الم يقول ذلك قال يا ذلك صح يا سعدت المخرج قال لك كده قال لك يا جماعة لا تتكلموا عن القوة ولا تتكلموا عن فاصبحنا ما بين نارين نتحدث عن القوة فمنع الناس من التحدث عنها يعني حتى التنويح بها واستمرت اثيوبيا في غيها وليس لدينا قوة الدبلوماسية التي تضغط على اثيوبيا وناخد واحدة واحدة ونتكلم بالراحة اذا كنت تتحدث عن الدبلوماسية ثم تقوم مدفر لك المتين عشر بكل شي ده لازم كان صوت السواريخ يزبق بقى لازم الطيارات تكون بتحلق فوق سماء السد مش عشان تضرب دي مناورات يا باشا لازم تاخد اجراء بحيث انه الكلام اللي عادك بتقوله ده تستخدمه القوة بعد انت تقول الاسد ما بيقولش ما هو الاسد ده هيروح الغابة ازاي هنبعته في افاص ولا هنرب قسود داخل اثيوبيا بلاش الكلام بتاع العواطف والمشاعر وبعد انت بتكلمهن بالعربي انا عاوزك تتكلم باللغة الافريقية او السوحلية الاسيوبية الخاصة بيهم بلغهم بالانجليزي ان احنا جمدين اقوياء هنعمل ونسوي المشكلة انك ضعيف دبلوماسيا جاي بترشاجية انا قاس في التعبير لا يجيدوا فن تمثيل مصر ليه لانه لا يوجد حكومة في مصر ديوجد سيكرتاريا لسياتو صح؟ هنا ما بيتشكلش فريق دبلوماسي هنا بيتشكل روح يا سامح قولي عباس ولعل انا نذكر انه في الاول كان عباس كامل في الصورة سحبنا عباس دخلنا كامل شلنا وزير الراي المشكلة فين النهاردة اثيوبيا خلاص اعلنت انه ملكوش حاجة عندنا عاوزين تتكلموا عن الاليات مفيش حاجة اسمها الزهاب الى لجنة ربعية مفيش حاجة اسمها الاتحاد الافريقي ولا وساطة ولا امريكا ليه لانه المكتوب في الاتفاقية انه مفيش لجوء لاي جهة الا باتفاق الاطراف ايه التلات يعني في فيتو لكل واحد يعني حضرتك لابس في الحيط او بتعبير المفكر الاعلامي الكبير السيد عبد قديم احنا في حيطة سد وده يعني زي ما تقول تعبير مؤدب مش كده تعبير مؤدب الراجل استخدمه لانه لو طول لسانه عن كده احتمال يتشال او يضقته لسانه بس هو في البروباجندة عالي بصراحة اوات ده خطير انما الحقيقة انه لبسك ولبسه لانه كل شوية طبلي 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 لحد ما كأن السيسي ادرك انه بدان الناس اللي بتطبلي شوية قوله بتطبلي على غلط طبلوله ليل نهار وحزرنا هنا ان ما يفعله السيسي ضياع لمستقبل مصر المائي وضياع لهيباتها فلا القوة استخدمت واعتمنى ان تستخدم ولا الدبلوماسية فعلت ولا المياه عادت ولا الاتفاقية مزقت ولبسنا في الحيطة السد حسب تعبير الكابتن عمر اديد اشتركوا في القناة